شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المينيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث شهد افتتاح مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل كما شهد طريق المينيا دايروت الصحراوي الغربي بعد تطويره وشهد ايضا افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمينيا الجديدة كما شهد افتتاح المزرع النموذجية لتربية المواشي ترجمة نانسي قنقر